تشهد فترة إجازة عيد الأطحى المبارك كثافة مرورية على الطرق مع اتجاه المواطنين للاحتفال بالعيد بالمناطق الساحلية للاستمتاع بشواطئها مستخدمين الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة لخدمة المواطنين واختصار زمن الرحلة من هنا كانت وزارة الداخلية حريصة على توفير أقصى درجات الأمان عليها حفاظا على الأرواح والمنتلكات حيث تنتشر على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي منظومة متكاملة ومتطورة من تاميرات المراقبة والرصد لمتابعة الحالة المرورية إلى جانب اللافتات الاسترشادية المنتشر عليها حيث يتميز الطريق بوجود عدد من كبار الدوران عليه لحل مشاكل الزحام ويشهد طريق العالمين الذي تم توسعته وتطويره وجودا للخدمات المرورية والارتكازات والأكملة المرورية الثابتة والمتحركة لتأكد من التزام مرتاد الطريق بالقواعد المرورية وتمتد المتابعة المرورية على طريق الضبع حيث تنتشر الخدمات المرورية بطول الطريق لبث اطمأننة في نفوس مرتديه والزام الجميع بسرعات محددة ومع ما يشهده طريق الإسكندرية الصحراوي من كثافة مرورية خلال فترة العيد والصيف تنتشر الخدمات المرورية عليها كما توجد أكملة ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط عليه والانسيابية المطلوبة وتتابع غرف عمليات المرور الحالة المرورية على مدار الساعة حيث ترتبط بالخدمات المرورية على الطرق للتعامل مع الأعطال ومنع التكدسات وتوجيه سيارات الإغاثة المرورية للتعامل الفوري مع الأعطال وتسير الحركة المرورية رحلة آمنة لكل مواطن على الطريقة طالما هناك التزام بالقواعد المرورية المحددة بالتزامن مع انتشار مروري عليها لتحقيق الأمان على هذه الطرق اشتركوا في القناة